قال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين أن الولايات المتحدة ترحب بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكنه أكد أن النجاح سيقاص بنتائج تحسن الوضع على الأرض وأضاف بلينكين في كلمة إلى جانب زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بلجيكا أن بلاده ستنظر إلى عدد الشاحنات التي تدخل غزة كما ستنظر واشنطن أيضا إلى المؤشرات على المجاعة المحتملة لمعرفة ما إذا كانت تتراجع مؤكدا تطلع بلاده إلى رؤية مساءلة عن الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات منظمة وولد سينترال كيتشين محملا إسرائيل مسؤولية لتعزيز الجهود لحماية المدنيين لأقصى حد